السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وفي فيديو النهاردة هنشرح طريق تخطي الاي كلاود يعني انت لو معك تليفون ايفون مقفول على الاي كلاود بازم الله خلال الفيديو بتاعنا النهاردة دوت والشرح بتاعنا هتقدر تحل المشكلة ديت في خلال دقايق. قبل ما نبدأ الشرح نصلي على الحبيب المصطفى اللي هنصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا على الشرح. دلوقتي اول حاجة هنروح على الموقع الرسمي للبرنامج اللي هنستخدمه لفتح الاي كلاود. هسيب لكم رابط الموقع تحت الفيديو في الوصف. هنروح وهنحمل البرنامج دوت. البرنامج دوت بيحل لك مشاكل الباسورد وبيحل لك مشكلة الاي كلاود. وبيحل لك مشكلة العصور على الايفون بدون باسورد. يعني من غير ما اتدخل كلمة السر للأبل اي دي. تعمل اي قاف للعصور على الايفون. البرنامج دوت بيدعم من الاي او اس اتناشر. حتى الاي ايكس سربعتاشر. وبيدعم الاصدارات من الايفون خ driven حتى الايفون اكس لو نظلنا تحت كده هنشوف الاصدارات اللي بيدعمها البرنامج بيدعم معنا من الايفون خ車هوة وايبادات اللي بيدعمها وبيدعم معنا بنزاوم الووندوز وبنزاوم المج. دلوقتي هندوسه. على دولة. وهنحمل البرنامج زي ما انتم شايفين كده. البرنامج بساحته صغيرة جدا. اتنين والتلاتين ميجا هنختار مكان نحفز الملاك. انا هحفظه على الديسكو توب. هندوسه بدء التحميل. هيحمل معنا زي ما انتم شايفين. هنقفل ديات وهنروح على الايكونة بتاعة البرنامج. تزهر معنا بالشكل ده. هنسطى بالبرنامج. وهنختار اللغة يناوت. البرنامج بيدعم اللغة العربية. بيدعم اللغة الانجليزية وعدة لغات. انا هختار اللغة العربية. زي ما تحب انت اختار اي لغة انت عايزة. وحندوس وكيه. وحنوافق على الاتفاقية. هندوس التالي. كده بيبدأ يسطم معنا البرنامج على الكمبيوتر. بعد كده هنقول انهاء. البرنامج بيفتح معنا بوجهة بسيطة وكده فتح البرنامج اوت. والبرنامج فيه مستين. الميزة الاولى ازالة كفل تنشيط الاي كلاود وهي تخطي الاي كلاود. والميزة التانية اقاف العصور على الايفون. احنا نشتغل على الميزة الاولى اللي هي ازالة كفل تنشيط الاي كلاود. دلوقتي هنوصل الايفون بالكمبيوتر بس فيه خطوة لازم تعملها. الاول لازم تنازل على الايفون. هسيب لكم رابط الفيديو بيشرح طريقة نتزيل الجير بريك على الايفون. هتلاقوا الرابط تحت الفيديو في الوصل. بعد ما هنوصل الايفون بالكمبيوتر هندوس على ازالة كفل تنشيط الاي كلاود. بعد كده هندوس على ابداية. ازالة كفل التنشيط. في الاتفاقية ديت هنرى الاتفاقية ديت. الاتفاقية ديت بتقول ان البرنامج هيشلك الاي كلاود هيخليك تتخطي عملية الاي كلاود ديت. وهيفتح معاك الايفون يشتغل على الواي فاي. لكن مش هتقدر تحط فيه شريحة شريحة خط. او تعمل منه مكالمة وتشغل الشبكة بتاعته. وما ينفعش كمان الايفون يتطفى منك. ولما تتطفى منك الايفون هيرجع يطلب منك الاي كلاود تاني. فلازم تحتاج البرنامج ده معاك على طول علشان كل ما يتطفى منك الايفون هتحتاج اللي انت توصل الايفون بالبرنامج وتتخطع الاي كلاود من اولو جديد. هندوسه التالي. كده البرنامج بيارى الايفون. يفضلوا كده موصلين الايفون كده بالبرنامج. كده البرنامج ارى الايفون معنا وعطونا بيانات الايفون اللي متوصل به. هنضغط على ابدأ الازالة. كده البرنامج بيقوم بعملية ازالة الايكلاود من الايفون هتلاقي الايفون يراستر معك ويفتح ويه في الكزا مرة هتسيب الايفون زي ما هو وتسيبه متوصل زي ما هو ما تجيش جنب حاجة. كده فتح معنا الايفون اول من غير ما يطلب الايكلاود. الايفون اللي معنا على اصدار اتناشر فاصلة خمسة فاصلة واحد. ايفون سيكس. يا رب يكون البرنامج عجبكم وده اتكن شرح النهاردة. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمنا اللايك وتشترك في القناة. شكرا لكم وشوفكم في فيديو جديد.